خلينا نرجع إلى إذا كانوا الفرنسيس في تقاريرهم والبريطانيين وأحد من الأفاضل قرأ تقارير الفرنسيس وقال لي بأنهم يقولوا بلي جزء بسيط فقط من اللي دي باردي فو هذون يوقفوها وطبعا تبعتنا على الأمريكيين والبريطانيين بالإنجليزية أيضا وشفت أن الجزء الأكبر عندما يعفوا وهذون عندهم الدرونز عندهم الساتليت عندهم طائرات اللي طول الوقت تحاول تكتشف عندهم نظام غابات وحراس غابات قوي جدا عندهم إدارة قوية جدا عموما عندهم مطافة وحماية مدنية قوية جدا ومنظمة عموما ومع ذلك تشوف الحراق للسرعة في اليونالد في اسبانيا في فرنسا في كنادا في الولايات المتحكين معلش أنتم تصرون على أنها الجزء الأكبر جرائم أنا الآن متفق معكم أنها بفعل إجرامي لأنكم عطيتونا هنتم الرقم كيفاش حسبتوها أنها سبعين كيفاش عرفتوه وحسبتوه عطيتونا الرقم إذن ربما اللي يعطانا الرقم عنده دخل في هذه الحراق عنده دخل في هذا الإجرام خاصة أنه كان مجهز وزير الداخلية رئيس الوزر الأول التبون الجرائد التلفزيونات كلها بدأت جرائد حرائق إجرامية حرائق إجرامية حتى داروا واحد البسيكوز داروا واحد الرعب واحد الخوف إلى درجة أن الناس بدأوا يعتقلوا هذا حرق هذا ما حرقش وشفنا عملية وش صراء مع أخونا جمال وكانت راح تصراء كورث أخرى لولا أنه ربي الطف ولولا أنه هناك عقلاء في كثير من المدنيين بالرغم أنني لن أذهب كما ذهبتم أنتم أيها السفهاء فأتهمكم مباشرة لكن أقول إذا كانت هناك حرائق إجرامية فإن أي محقق من أي جريمة عندما تقع سؤال الأول الذي يطرحه هو من المستفيد من الجريمة دعونا نرى بسرعة بسرعة شديدة من هو المستفيد من الجريمة عندما يكون عندك ثورة ثورة حراك ملايين الناس يخرجوا وتخرج إلى قمعهم فالعاصمة كما في سطيف كما في وهران كما في عنابة كما في لمدية كما في العوات كما في بشار كما في قلمة وتخرج إلى خنقهم عاصمة وصلتم بعد العيد الجمعة اللي بعد العيد وصلتم إلى نزلتم خمسين ألف الجمعة اللي بعدها خمسين ألف عندما يكون عندك ثورة شعبية وبعدها تجري انتخابات على أساس أنها تقدم بعد انتخابات تبون وانتخابات دستور تجيب انتخابات تشريعية كما قالوا نكمل البناء المؤسساتي كما يسموه فتتلقى الجماعة الحاكمة تتلقى صفعة غير مسبوقة إلى درجة أنهم قاعدوا ربع أيام باش علنوا النتائج ومعا فين يعلنوا النتائج في ظرف 24 ساعة ومن بعد لما علنوا اضطروا ولم قالوا 77% قاطعوا ومن بعد زادونا قالوا في هذا السابق زادهم ربعة أو خمسة في المية تقريبا واللينا 82% اللي ورقة بيضاء ومن بعد لما جاءوا قدمونا اللي صوتوا بالفعل لقينا بأن تقريبا لم يبقى إلا 5.20% هذا رقم رسمي انتاح أي أن 94.80% لم ينتخبوا أو انتخبوا بأوراق لم تحسب عندما تفشل الانتخابات ويجمع الداخل والخارج الشعب والملاحظين والمراقبين بأن هذه الانتخابات كانت فاشلة ثم عندما تندلع بعدها حريق في خنشلة وفي جبال الأوراس الأشم وفيما جورها وتفشلوا فيها ويتهمكم الناس والشهادات موجودة بأنها أنكم أجرمتم سواء أجرمتم بالفشل ما قدرتوش طفوها أو حتى أنه كان هناك شافوا ناس وحياناً يلقوا بأنهم عندهم علاقة بشكل أو بآخر من الإدارة أو من المخابرات اللي يقاموا بالحراق وأنا عندي شهادات انتع ناس ما طلبتش إذنهم باش نقولها لكم أو نوريها لكم أو نقرها لكم يسكنوا في الأماكن هذه في المناطق هذه وقالوا شفنا جهة رسمية عسكرية قامت بالحراق ولما نأخذ الإذن انتاعهم رح نذكرهم من الأسماء وحتى ذكروا لي اسم جنرال تواجد في تلك الفترة في المنطقة هناك هل تواجد على الحراق أو تواجد على شيء آخر الله أعلم بطبيعة الحال لكن أنه كان متواجد هناك لكن هما مصرين على أن الجزء الأكبر من حراق خنشلة وما جاورها والأوراس كانت بفعل فعل عندما بعدها تندلع انتفاضة الجنوب وتخرج الناس في المنيعة في ورقلة خاصة ورقلة ولكن أيضا ما جاورها في المنيعة في توجرد في بسكرة في المغير في جامعة في عدة أماكن وينتفض الجنوب ويقتل حتى ثلاثة أو أربعة أغلبهم قتلوا بكي يقتل بالضرب وكي يقتل لأنه منعوه مرحش للمستشفى وكي واعتقد أن فيه واحد أو اثنين قتلوا حتى بالرصاص على أساس أنه مطاطي لكن يقتل في النهاية وعندما تكون عندك موجة غضب رهيبة في المدن الكبرى بما فيها العاصمة على الماء وتكون قطع الطرقات وتكون الناس ميتة ملعطش وتولي الناس تشري في السيتيرنات وتولي الناس يقول لك ما رايش نلاقيين باش نشربوا الماء مش باش نتوضعوا ولا باش ندوشوا ولا باش وتصبح الأوضاع كارثية ثم تأتي كارثة أكبر وهي أن الناس تموت بالمئات كل يوم العشرات في كل مدينة عشرين هنا ثلاثين لها عشر وحنا خمستاش لها إلى آخره لغواطة اليوم الحديث على تسعة عشر ميتة بسبب الأكسجين إن شاء الله ما يتأكدش الخبر لكن الخبر كان وصني قبل ساعتين وعنابة كما سمعنا رهي بدون أكسجين والجزء الأكبر في تيارت والجزء الأكبر في الجلفة إلى غيرها عندما تكون كل هذا ويخرجوا الناس غاضبين وبعد يخرج تبون يقول لك لا لا الأكسجين هذا ما عامل عن ناشحنا مشكلة وعندنا أكسجين بما فيه الكفاية وواواواوا إلى آخره ويخرج وزير ما يسمى بوزير الصحة بتصريح إجرامي يقول من مدوش المعلومات الدقيقة على عدد الكورونا وعلى عدد المصابين وعلى عدد الموتة لأننا في حرب في تصريح إجرامي ويبعث تعليمات يقول فيها للأطباء بل لي أعطوا الأكسجين للي يجيري صابل فقط بمعنى أنه كاين وحد أخرين خلهم يموتوا لأنه نظنوا بل لي ممكن ما يتعالجوش معنى أنه أدفعوا للموت وكأن الموت والحياة بأيديهم وكأن ما شفناش ناس صحاح ولبس عليهم مرقيد ناظمية وشفنا ناس كانت الناس ظنهم راح تموت وراح انتنتهوا قاعدوا السنين طويلة وبعضهم استرجع صحته حتى كين مرات وين الناس أصيبت خاصة في البلدان اللي ما تنحش الماشينات كما الولايات المتحدة يبقى تحت الماشينات عشرين سنة وبعد في لحظة تعود للحياة وينهض ويعيش ويستمر لكن المجرم هذا وزير الصحة أعطاه تعليمات باش الأكسجين ما يعطاش لأصناف من الجزائريين خلوهم يموتوا عندما يكون كل هذا فإن المستفيد الأول والمستفيد الأكبر من إشعال الحرائق ثم المسارعة بأنها عمال إجرامية هو المخابرات الإرهابية اللي هي عصى في يد المافيا العسكرية هذا هو المنطق ليس لدي دليل مادي ربما ما عدا ما سمعت ونحب نتأكد لما نسمع لكن الدليل المنطقي العقلاني التحليل كله يقول أن المستفيدين من توجيه الأنظار سواء أنت المسحوقين في الجنوب أو أنت العاطشين في الشمال والجنوب أو أنت اللي يموت بالوكسيجين في الشمال والجنوب والشرق والغرب أو 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 هو أنتم وتوجيه أين توجيه الحراك الشوك الصدمة في كاتبة شهيرة كتبت كتاب مهم جدا ندعو الناس أن يقرأوه ناومي كلين هذا كتاب الصدمة والترويع كيف تقوم أنظمة وحكومات وأجهزة مخابرات بخلق رعب يمكنها من أن تقولي بالمجتمع تقولي بالأفكار تقولي بالأشياء تزرع الرعب والخوف إذا قلت للناس أنكم ستموتون وأنكم ترعبهم فهذا تستطيع أن تقولي بهم هذه نظريات تشرف عليها دول وأشرفت عليها إمبراطوريات وفي هذا الكتاب الميزة انتهى أنها فككتها وشرحتها وأوجدتها بشكل جميل جدا وأعتقد أن الكتاب قد ترجم أيضا إذن عندما ضاقت عليكم وضيق عليكم الشعب بالاحتجاجات والانتقادات والانتفاضات وقبل بالحراك وبقطع الطرق وبشتمكم بلا حدود كان التفكير المنطق يقول أن تتجهون إلى عملية تخلق نوع من الرعب ومن الصدمة وأن تكون في منطقة بالنسبة إليكم مش برك تضربوا أصفرين بحجرة تضربوا عدة عصافير بحجر واحد في منطقة متمردة عليكم في منطقة لم يتوقف فيها الحراك رغم الكادياس رغم الألعيب رغم التفضيل رغم الخداء وبالتالي تجعل هذه المنطقة تحرقوها باش ترعبوها لها وتلهوهم ربما لأشهر ربما لسنوات في الحرائق وفي الرعب منتع الحرائق